بما أن اليومين دول الشنط الخيش وفيها الأحبال تريندي قوي وقررت أعمل واحدة معاكم وشارككم التجربة دي وهكسب حد بالشنطة الجميلة دي في آخر الفيديو هقول لكم شروط المسابقة بتاعتنا عشان نبتدي المسابقة لازم توصلوا الفيديو ده 15 ألف لايك وبرضو اعرفوا البيانات أكتر عن المسابقة في آخر الفيديو جبنا الخيشة اللي احنا شايفينها دي ودي عبارة عن 30 في 13 كويتها كويس جدا من أي قصرات وطبعا بخت المياه حلوة جدا ومفيدة عشان يساعدني في الفرد وعملت قصرة كده من الأول ولآخر والقصرات دي هتبقى في وش الشنطة بتاعتنا لازم المكوى جدا تبقى مهمة معانا لإن احنا أنا هسهل عليكم ومش هنعملها على المكناة عشان طبعا المكناة مش متوفرة عند ناس كتير خلصت وتنتها بالشكل ده زي ما انتوا شايفين جبت حتة قماشة على قدها بالضبط وكل ما تكون نشفة هتنفعنا جدا في العمل ده أنا اخترت القماشة دي وجبتي فيزلين الفزلين ده بيتباع بالمتر سعره كويس مش غالي سعره رمزي يعني منوجود عند أي حد بيبيع أدوات الخياط هكوي عليها كده القطعة بتاعتي بتاعت البطانة بتاعت الشنطة الداخلية اللي هي أطور شوية من القطعة الخيش بتاعتي وبعد كده بعد ما ثبتتها كويس جدا في الفزلين الفزلين مهمتون هويتين شاكرة وتبقى قوية هبتدي قتنيها زي ما انتوا شايفين على أساس طبعا القصرة اللي احنا عملينها في وش الخيش هتبقى من الظهر وعملتها قصرة تانية عشان تبقى يعني التانية تبقى داخلية بتاعت القماشة اللي أنا شغالة عليها وبصرجها بس الصراجة مجرد اللي أنا بسبتها في قطعة الخيش بتاعتي من أولها ونهايتها على أساس بس أقدر بقى أسرج آآ براحتي وما تتحركش وممكن آآ الخطوة دي نستغني عنها ان احنا نعمل ده ببيس وبعد كده هسرج من أولها بشكل كده حلو بنضافة بالراحة لغاية ما تقفل معي وممكن نعمل تسريجة مرة واحدة بس كفية جدا جدا هشيل هنا مكان الصراجة العشوائي لأنا كنت عاملها عشان أثبت بيها الخيشة في البطانة بالشكل ده جبت بقى قطعة قسمتها تنين زي ما انتوا شايفين وجبت قطعة خيش تانية بنسلها تقريبا عرضها تلاتة سنتي كل ما تعرض تبقى أحلى هاخد هنا على عرض العرض بتاع الجزء ده وكمان عندي تفيرة كده حلوة كنت عاملها مدخلة فيها لونين مع بعض هبتدي أثبت هنا بالشمع وحط الحتة اللي أنا منسلها وبرضو أحط الجزء اللي أنا عاملها بتاع تفيرة الأحبال دي كلها والخيش موجود في حرط المزين والأحبال دي برضو ساعد بيبيحها المحل اللي بيبيع الحبل البلاستيك بتاع المنشر أو بتاع البلاكون جبت هنا زي ما انتوا شايفين كده سوستة وبتكون مؤربة برضو من ألوان الخيش وانتواقف عند محل الخياطة هاتي كل الحاجات اللي تحس إن هي هتنفعك في الشغل بالمرة السوستة والدبابيس لو عايزة تسبتي بقرة بلون أبيض إبرة كل ده هينفعك كمان بعدين هنعمل أشكال حلوة حاجات تانية كتير هسبت بطريقة بسيطة كده جدا جدا في المنطقة اللي هي اللونها أبيض بلاش أطلحها لفوق عشان ما تدنش الصراجة منها عملت اللي هي أول واحد جزء هعمل برضو الجزء الثاني وقاتني أولها بالشكل اللي احنا شايفينه ده وبرضو أعمل نفس الصراجة وأشبكها في الجزء الأبيض بلاش في الخيش على أساس تبقاش باينة وأنا بفتح وبقفر السوستة بتاعتي سهلة جدا جدا وسريعة كمان ومش هتاخد وقت وهتعجبكم جدا النتيجة يعني أي حد بسيط ممكن يقدر يعملها وبنانيت للسنة كده من أول 13 لغاية 17 و16 يقدروا يعملها بسهولة سبت كده السوستة من الجهتين وفتحتها عشان وأنا بقفلها تبقى سهلة علي كده تقريبا الشنطة ابتدى يبان معالمها جبت كتعتين طوال تقريبا 5 سنطة في 25 وابتديت زي ما انتوا شايفين برضو بتساعدني المكوى جدا عشان تعمل قصرة مظبوطة احنا قلنا احنا مش بنشتغل بالمكوى فموضوع المكوى هيساعدنا جدا إن يبقى الشغل بتاعنا مظبوط تمام قفلت بالشكل ده القصرتين ورجعت تاني بخيت ميا عشان تساعدني برضو إنها تتني واقفلتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وبعد كده من اللجنة ببتدي برضو أسرج وطبعا اللي عنده مكوى يبقى سهل قوي بالنسباله تقريبا هتخلص في حوالي 10 من 10 لربع ساعة ده اي يعني هقفل بالشكل اللي احنا شايفينه ده وبعد كده أرجع أقفل البيه اللي أنا عملته بالشمع بتاعنا والشمع هيمسك فيها جدا جدا هتبقى قوية أنا عندي مكنة يا جماعة بس ايه حبيت أسهل عليكم واعملها بشكل بسيط برضو الصراجة ما خدتش وقت مننا وهتطلع برضو جامدة وماتين قفلت من الويش وقفلت من وراء برضو بالشكل ده وطبعا ليه بقى سايبة الجزء الطويل ده هوريكه دلوقتي وبعد كده أي بوائل السستة بقلبها بالشكل ده ودخلها من جهو الشنطة ده تعملوها أكبر أو أزهر براحككو بس هي لذيذة أنا حبيت عملها صغيرة كده ساعات بنبقى محتاسين نازلين بسرعة عايزين حاجة كده خفيفة نحط فيها موبايل وشوية فلوس ونجري على طول على الشارع نجيب أي حاجة احنا عايزين فمت هيقلي موضوع بيبقى يعني الشنطة دي هتبقى حلوة قوي وتنفع قوي للاستخدام ده السريع يعني وكمان ايه شكلها جميل وكيوت وهنا بقص الزيادة وطبعا تبقى متساوية من الجهتين وابتدي أقفلها عشان ده المكان اللي هيدخل منه ليد بتاعة الشنطة بتاعتنا بالشكل ده ده حبل جميلة اللي كنت جايباها الحبل ده في حارة المزين مش غيري المتر بحوالي خمسة جنيه وبيبقى بكيلو بحوالي من خمسين لستين جنيه كيلو وبيبقى حبة حلوين كده كتار وهبتدي أدخل في الجزء ده الحبل القطني بتاعي على فكرة ممكن الموضوع ده تتعامل بجنس ممكن تتعامل بقماشة نشفة شوية أو انت عد باكي كل حاجة تنفع على فكرة البداية المتاحة كتير بس زي ما قلت لكم ان الخيش يعني تريندي أولي ومن دول وتفرجوا معايا على أشكال كتيرة من صور مجمعها لكم لعلى النت كده تتخراس يعني تقريبا أنا كمان لفت حواليها عشان أداري اللي تبقى عاملة زي الجرس كده وصرحتها وكمان لو نما نصرحوها وتبخوها بخة مية كده وتكوها تتفرد بزيادة وما تتنعكشش بسهولة بس أسفى لو ما طلعتش المشهد ده وزي ما انتوا شايفين طبعا اتراع وانتوا بتعملوه أسوع لكم بالزبط عشان في حد طويل في حد قصير مرضيتش أقول بالزبط كام سنتي هو طوله بس يا بنتي نانا شبتت فيها الصراحة بس أنا مش هديها لها بقى عملها واحدة تانية لأنها هديها البنوتة أو حد مش مشكلة أيا كان مين المسابقة بقى بتاعتنا لو وصلتوا الفيديو ده لـ 15 ألف لايك أنا هدي الشانطة دي هدية زي ما انتوا شايفين هي جميلة أوي وخامتها حلوة وماتينة واللي هياخدها هيشكرني جدا جدا إن هيبقى عنده حاجة سبيشيال ومش عنده حتى حصري وصلوا الفيديو لـ 15 ألف لايك واكتبولي كومنت في الفيسبوك صبحتي على الفيسبوك ابتكرات ميرا للأعمال اليدوية وهنختار مع بعض في فيديو عشوائي كده وهنشوف مين سعيدة الحص اللي هتاخد الشنطة الجميلة دي وهنتواصل معاها وهوصلها لها بإذن الله أتمنى يكون الفيديو بتاع النهاردة عجبكم وقلولي على فكرة المسابقات دي إيه رأيكم فيها جميلة وكيوت ولذيذة وكمان سريعة ودي بعض من أفكار الموجودة عن النت اللي أنا استوحيت منها الشنطة بتاعتي جميلة أوي الأفكار عبارة عن ضمطيل لو عندك والخيش برضه وينا ممكن تدخلوها أي جبير لو نزلته حرطة في المزين فيها حاجات كتيرة أوي حلوة هناك الشنطة جميلة أوي لما بيدخل فيها كده التطش بتاع الأحبال ولا الخيش أنا بحب أوي أوي الخامات دي الحاجات اللي تحسوا إنها جاية من الطبيعة أوي والشنطة برضه اللي منها بتنفع أوي للبحر والشطو كده أتمنى يكون الفيديو بتاع النهاردة عجبكم ما تنسوش اللايك والشير سلام